وجهت جامعة الدول العربية الشكر إلى مصر والهلال الأحمر المصري على الجهود الحفيفة لتسهيل وصول مساعدات الجامعة العربية وكذلك المساعدات من مختلف الجهات المصرية ومن الدول العربية والجهات الصديقة إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البرية وأعربت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية سفيرة هيفاء أبو غزالة عن أملها في أن تتوقف تلك المأساة الإنسانية وأن يجف نزيف الدم وأن تعود الأوضاع إلى طبيعتها حتى تبدأ الجهود التنموية وأن يعيش المواطن الفلسطيني في أمن وسلام